أنا أعتقد هو ليست موافقة لإطار التنسيق بل هم مجبرين على الموافقة لا يوجد خيار آخر لا يوجد خيار آخر لديهم يعني إذا قالوا نحن لا نريد ابقاء القوات الأمريكية في الرغبة ماذا سيفعلون؟ ماذا سيفعلون؟ سنرى سيناريوهات كثيرة مثل ما حصل في حادثة المطار وفي ما حصل جيركو الزخر وفي ما حصل في بغداد الجديدة وفي ما حصل في مناطق أخرى وهذا حقيقة لا نريده أبدا دماء العراقيين غالية علينا وعزيزة لا نريد أن تسفق دماء العراقيين مرة أخرى بسبب مهاترات أنا وحضرتك والمشاهد الكريم يعلم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع أبدا هي تشبه عمليات القصف الإيرانية لإسرائيل مؤخرا حقيقة ليست فيها نفع لا تجدي نفعا أبدا هذا الموضوع حقيقة أنا أعتقد سواء كان بموافقة الإطار التنسيقي أو بموافقة إيران القوات الأمريكية باقية في العراق طبقا لانتفاقية الإطار الاستراتيجي تم توقيعها مع الحكومة العراقية وليس مع أي جانب آخر